مرحبا نحن اليوم عم نعمل برودكت لاونش لاثنين من البطويات تبعنا المصنع موجود بجبل عليل صناعية وقلو عشرة سنين شغال بالامارات وبيبيع لثمانين دولة بالعالم من الامارات ومن امريكا ومن اوروبا البطيات تبعنا كلهم سيرتفايد ليقدروا ينبيعوا بالبلاد الخارجية والقوية تبعنا بالبوتات العسكرية والمدنية والبوتات تبع النفط كمان اليوم اول بوت عم نفرجيه اللي نحن هلق عليه هو انفيبيوس بوت انفيبيوس بوت يعني بوت مع دوليب كلية دوليب تحديدا واذا الواحد بحب يطلع على الرمل او على الشاط او على بيته بالبوت بنزل للدوليب وفي سوقه للبوت حوالى الخمسة عشر كيلومتر بالساعة على الارض لنصف ساعة ووقتها بنزل بالماء بيعليل لدوليب وبيصور بوت عادي مع كل تمييز اللي عنده البوت طبعنا والبوت الثاني اللي عارضينه لعشرة كوارب بس جاي من تكنولوجيا عسكرية وهلق معروض للمدنية بلشنا بهالبوت من شهرين ولهلق صرنا بيعين نص اللي موجودين لناس حابين يكون عندهم اميز بوت موجود اليوم بالسوق البوت البلو بيرد تسعة متار ونصف بالطول مع المحركات طبعه كليك مية وخمسين احصان ضرب اثنان يعني عندنا سبعمائة احصان على البوت والسرعة طبعه مية وخ عشرين كيلومتر بالساعة وبيقدر يسرع بموج او بلا موج ليه بموج؟ لانه فيه عليه نظام بقى كل الركاب واللي موجودين على البوت بكون عندهم بقاعد ركبين على سبنشن بقى كل الخبيط طبع الموج بروح بالسبرينغات مش بالجسم طبع الشخص بقى بيعمل انه بكون بوت بريح وبعد فترة طويلة ما بكون تعبين من الكزدورة اللي عمله وعنده كمان نظام انه بيقدر بيشوف بالليل كأنه نهار وعنده ويرلس كميونيكيشن سيستم يلي هو بيجي سماعات بيشيله صوت الهوى وصوت المكاين وبنفس الوقت كل اللي موجودين على البوت بيقدروا يحكوا وحتى إذا نزلوا من البوت لحديد الأربعمائة متر بيضلهم مشبوكين بالسبيكر طبعهم وبالحكي بالمايك اشتركوا في القناة